نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول قام سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير الصناعة والتجارة والوفد المرافق لها بزيارة مقر شركة يواوي تكنولوجيز المحدودة على همش الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين حيث تأتي هذه الزيارة في سياق الرغبة المشتركة بين البلدين الصديقين في تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتعزيز العلاقات التجارية المثمرة وخلال الزيارة قام سعادة الوزير بجولة في مقر شركة يواوي واطلع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركة كما تم عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الشركة لبحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات متعددة بما في ذلك تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا وتعزيز التكنولوجيا الرقمية أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم التغطية الإصدار رقم 2019 من أذنات الخزانة الحكومية الإسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 29 من مايو 2024 وتنتهي في 28 من أغسطس 2024 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 15% وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.530 من 100% علما بأنه قد تم التغطية الإصدار بنسبة 143% كما بلغ الرصيد القائم لأذنات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني والآن أترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية والثالثة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023 ويعد المؤشر مصدرا يعتمده الباحثون والصناع السياسات والمجتمع المدني لتتبع التقدم في أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتنمية الشباب فقد قامت الأمانة العامة لربطة الكومنولث ومعهد الاقتصاد والسلام بنشر تقرير مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023 الذي يحدد ما تحقق من تقدم في هذا السياق ويقيم المؤشر تنمية الشباب في 183 دولة في عدة مجالات من ضمنها الصحة والتعليم وفرص العمل والسلام والأمن حيث صنف التقرير البحرين على أنها دولة تمتلك تنمية شبابية عالية جدا ويمثل هذا الإنجاز على تصنيف من بين أربع فئات ويعكس ما استثمرته المملكة في خلق قيادات المستقبل فازت بورصة البحرين بجائزة أفضل ممارسات مستدامة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في البحرين 2024 من قبل Global Banking and Finance Review وتأتي هذه الجائزة المرموقة لتؤكد الجهود الدؤوبة التي تبدلها بورصة البحرين لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالقضايات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إنهم يؤمنون بأن تطبيق الممارسات المستدامة يعتبر عنصرا ضروريا لضمان السلامة وكفاءة أسواق المال على المدى الطويل فضلا عن أنها تتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر